مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلات حسناء السورية وبتشرف فيكم مما كنتوا بتتابعوني وإن شاء الله بتكونوا بصحة وخير وسعادة يا رب وصفتنا لليوم هي كيكة الشوكولات بطعمة الجوز الهند كتير طيبة جايين من مكسيك مع بعضهم كتير لزيزين ومتل ما شايفين شكلها كتير حلو وطعمتها كتير كتير طيبة يعني تأكدر راح تاكلوا قطعة وتريدوا تاكلوا قطعة تانية قدمو طيبة ومتل ما شايفين كتير طرية وطعمتها كتير لزيزة وإن شاء الله راح تعجبكن إذا كنتوا جداد عم تزوروا قناتي بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد أنا بنزله وهلأ يلا نحضرها سوا هلأ أول شي هون عندي ثلاثة بيضات بحرارة الغرفة وضحت طلن كاسة سكر كمان وهلأ دا أخلتم بخلاط الكهربائي يا خلاط يا مضرب كهربائي يا مضرب اليدوي أو السلك كمان بصير أو بالمعلقة كمان بصير لحتى يصير هيك لون شوي أبيض متل ما شايفين هيك هلأ دا حط لهم كاسة حليب ونصف كاسة زيت نباتي وهلأ دا حط لهم زرف فانيليا وزرف الفانيليا هو خمسة جرام وضح طلله كمان زرف بيكن بودر زرف البيكن بودر هو عشرة جرام ثلاثة معالق كاكاوة خام هلأ ضحت كاسة طحين هاي كاسة وضحت كاسة تانية كمان وهي كاسة تانية هلأ بعمل لك الأحروف هلأ بعمل لك الأحروف بحاول لك أنه كله يخلق مع بعضه هلأ شايفين هيك لازم يكون سمكية الخليط متل ما شايفين هيك هيك كتير كويس هلأ عندي هذا الآلب هذا الآلب هيك بمفتح من هوني بحط له نقطة الزيت أنا بدأ هنا بل المحرمة لأنه يش في زيادة زيت للمحرمة بيتغبه وبندهن كتير كويس هيك صار كله تبلد بحط له معلقة طحين وأعمل له هيك شوي كما شايفين بهالطريقة هيك كمان لطراف متل ما شايفين هيك غبرته كل ياته شايفين هيك وألفته على المجلة ودقيته لحتى نزل لطحين كله الزيت وهيك صار جاهز هلأ دع حط الخليط بسم الله الرحمن الرح هلأ بدأوا هيك دقتين حتى يطلع الفوقعات منه واخده بحطه بالفرن على درجة 180 بالرف النصيني مع المرأبة وهلأ دع تحضير الكريم شانتي بلزمني كيسين كل كيس 75 جرام والكيسين 250 جرام وضحط لهم كاستين حليب دي يكون حليب بارد يعي طالع من البرات ويكون بارد مثل عادة وهلأ دا اضرب المضرب الكهربائي ومتل ما شايفين هلأ سمك وصار كتير كويس دا حط له جز الهند كاسة ونص ومعلقة الطعام سكر بودرة وهلأ بخلطون هيك مع بعض وبشوف اذا لقيته شوي مريء برجع بحط له جوز الهند انتو بتشوفوا يعني هلأ شوفوا هيك شوي مريء مو كتير سميق ام ديها شوي يكون اسمك دا حط له نصتاني يعني هيك حطيت كاستين جوز الهند ورح اكتب لكم العيارات كلهم صندوق الوصف وهلأ دا حطه بالبرات وهلأ بعد ما طالعت الكيكة من الفرن اخذت وقت تقريبا 30 دقيقة وكانت جاهزة وهلأ متل ما شايفين بالعودة عا بشكوا وبشوفوا اذا لقيت انا ديانة معناتها بده كمان شوي بالفرن بس هي نيش فيه كتير كويس وهلأ هيك دا اسقبه بالعودة كلها يا طلع ان دا اسقب الحليب وحط له كاسة حليب هلأ الكيكة تكون فاترة لا تكون سخنة يعني اول ما بتطلع والفرن بتكتره انا تركت شوي تبرد وكتيت له الحليب هلأ مثل ما شايفين شايفين هيك برد والتقيل وتصار كتير كويس اذا حسيتوا ان هو هيك سميك شوي حطو له معلقتين حليب برجع بطرة بس هلأ هي كتير كويس هلأ شيل معلقتين عن جنان هلأ دا حط طبقة الكريم شانتين مع الجزد الهند هيك طبقة كتير خفيفة وبنبدا بواسط المعلقة هيك شوي شوي لحتى تصير ساوية كلها ياتا متل ما شايفين هيك كمان تصير كلها ياتا ساوية ما سوت بعض يعني حاولوا انتوا ساوية تكون ساوية وهي الكريم الشانتين شلتهم عجنب المعلقتين دا حطولهم معلقتين الطعام جوز الهند هدول دا عملهم كرات جوز الهند بحطهم فوق الكيكة بطلع شكلها كتير حلو وهلأ لتحضير القناج بلزمني 200 ملي كريمة وهلأ دا حطها على غاز لحتى تسخن متل ما شايفين هلأ بعد ما سخنت هون عندي 100 جرام شكالة هون 80 جرام هلأ هون هاي شوكالاة بالحليب وهي شوكالاة سادة نعم بس بالشوكالاة من دون حليب عندها حط من هاي ومن هاي مشان يطلع اللون كيشف ويطلع كتير لونه حلو هلأ لعايشين بتركيا وحبيتوا تعرفوا الماركة اللي استعملتها الشوكالاة استعملت هاي الماركة وهاي الماركة بتلاقوها بالبيم موجودة كتير طيبين هدول هلأ الشوكالاة اتنينة 180 اذا نوجد عندكم 160 كمان بصير ما بأسر يعني اذا اقل كمية شوي ما بأسر هلأ يكتحركم مع بعض لحتى يدوبوا نبتلكون الكريمة السخنة لازم تكون هلأ مثل ما شايفين شوي شوي عبدوبوا هلأ هني لونهم شوي اكشف بس على الكاميرا عادي يعطي لون اغماء هلأ بعد ما طالعت الكيكة من البراد والقناج لازم يكون فاتر ما يكون سخن كتير ما بصير بعدين بدوب الكريم شانتين وده حطه بالبراد لمدة اربع ساعات او ليلة كاملة انا ده حطه ليلة كاملة احسن انا ده اتركه بالبراد ما لي مستعجل عليه اذا كنتو مستعجلين عليه مثل ما قطركن اربع ساعات بكفي وهلأ هاي الثاني يوم طالعتها دول الجوز الهند اللي تركتن عجنب تعملوا كرات جوز الهند متل ما شايفين هيك صغار كتير شكلون حلو وهيك صار وجازي وهلأ بعد ما طالعتها من البراد فتحت شوي القالب لقيتها شوي هيك انو لازقة قلت بفرغها شوي بالسكينة هيك متل ما شايفين بعمل لحد مشان تنفتح معي اسهل شوي علقاني من تحت قلت كمان باكبسها شوي تفتح والله هيك طلع القالب شوي شوي ضطاله مشان ما ينخرب شكله شايفين هيك بهاي الطريقة حلو شايفين هو لونه شوي اكشف من هيك لسه هيك الطراف كمان تضبطوه انتو بيدكن شايفين هيك بهاي الطريقة وحلو متل ما شايفين عب قطعوا السكينة وانتو عبت قطعوا بالسكينة اول ما بتقصوا اول قصة بكون محاضرين محارم جملكون تمسحوا السكينة بشامها يتلوضوا كلهم وبطلع هيك تقطيع كتير كويس عن كل ما قص قصة وامسح السكينة لحتى طلع بهالشكل وهلأ متل ما شايفين انا قصيتوا بهالشكل قضي اخليهم قطع كبار بس بعد ما قصيتهم قطع كبار لقيتهم انو شكلهم ما حلو قلت لق بصغر القطع احسن وحتى بطلع عدد اكتر شايفين شكلهم هيك هيك كتير كويس وانتو شون بتحبو بتكون تصغروا وتكبروا على كيفكن حطيت لهم فستو احلبي وقرات جوز الهند وحطيت لهم هيك فريزات بيناتهم كمان بطلع شكل الكيكي كتير حلو وانتو التزيين على كيفكن اذا بدكم ما تزينو كمان بصير يعني ما تكلفو كتير بصير بصير تحطوا بس شوكلاة تخلو او تفشروا شوكلاة فوقو انتو شون بتحبو بس هيك شكله كتير حلو احسن احسن وهي الكيكي صارت جازة متل ما شايفين شكله كتير حلو خلا بتقدروا تساوى بايام العادية او بعياد الميلاد كمان تحطوها هيك على الطاولة بصفرة كتير بطلع شكله حلو كتير لزيزة وصدقوني انا متل ما قطت لكم باول الفيديو تاكلوا قطعة بتريدوا تاكلوا قطعة تانية قضمة طيبة طعمتها كتير لزيزة جاية هيك من المكس مع الشوكولاتة مع جوز الهند مع الكيكي كتير طيب وشايفين كتير طرية وبدو بالدم دوبان ان شاء الله بتجربوا طريقتي وبتعجبكن وان شاء الله صحتين وهنا اذا جربتوه وبتعلقولي وبتعطوني رأيكم وهلا اذا اعجبكن هذا الفيديو ما تنسوني من لايك والشير واللي داخل على قناتي جديد باتمنى يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل شي جديد انا بنزله حسنا موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر